ورجعنا مرة تانية وضيفي ونجمي هو ممثل ومطرب وملحن يعني فنان ونجم شامل وبيدي لكل حاجة حقها وانا يعني كتير قوي لما الواحد بيبقى معه ضيف ويدور كده على السوشيل ميديا وعلى جوجل ويشوف اللي بيتقال لقيت ناس كتير بتجمع على انه بيدي طاقة ايجابية لأي عمل بيدخله وخصوصا في التمثيل بيدي فرحة بهجة يعني زي ما بيقولوا positive energy معايا النجم والملحن والفنان عصام كريكا منورني وعايز اقول لأول مرة على شاشة نايل دراما وانا سعيدة جدا ان دي اول مرة هتكون معايا الله يخليك شرف لي كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وخلاص اسبوع يعني ايام الجميلة تهل علينا وفي البداية كده نتكلم بما اننا خلاص بنتكلم على بداية رمضان رمضان عامل ازاي معاك شكله ايه تقوسه ايه بتفصل وتقول لأ مش هتفرج على التلفزيون خلينا بعد رمضان ولا بتابع النظام عامل ازاي لا بتابع يعني زي كل الناس يومي بيبدأ مثلا من الساعة 12 وبقوم وبصدلي وباشتغل شوية بحضر حاجات بتبقى عندي وكده لغاية الفطر وببتده اتفرج بقى على على التلفزيون لغاية المتابع المتابع لازم المسلسلات متابعة حاجات رامز متابعة حاجات يعني هعرف طبعا رأيك في الدراما وفي اللي بيتقدم دس قبل ما نتكلم للتفصيل في ده عايزة اعرف انت فين رايب ليه ووحشنا وزي ما بقول بجد والله وجودك خليني اتكلم مثلا في جزئية التمثيل يعني انت بتدي كده بهجة في العمل لما بتشارك فيه الحانك نفس القصة صوتك نفس القصة الحمد لله انت فين بقى عصام كاركة فين والله هي موجود والله بس يعني هي اللي حاصل في الصحة الغنائية اليومين دول هو مش عاجبني انا شخصيا بحاول ان انا وبعض الاصدقاء ان احنا نغير بس مش عارفين طبعا ومستني بقى اما تهدل الحالة اللي فيها الغناء اليومين دول او تتغير ونرجع طب عايزة اعرف اين لي مش عاجبك تقصد المهرجانات مثلا ومش عاجبك اكيد او يعني انا حولك حاجة احنا بقينا رايحين في سكة غير سكتنا المصرية الشرقية يعني احنا في الالحام بتاعتنا فيها شجن فيها جملة موسيقية فيها حاجة على الودن فيه كلمة دخل الودن حلوة فيه صوت بيتقدم هو كل ده دلوقتي مختفي بسبب وجود السوشيال ميديا بسبب وجود الحالة الجديدة اللي دخلت علينا اللي هي المهرجانات ولا دايما احنا طول العمر بيبقى فيه ده وده يعني عبد الحليم حافظ لما حب يغير اتهاجم عمر ديب في بداية ظهوره اتهاجم وقاله صوته ومشي ستايل وفين الترب وفي نفس القصة محمد فؤد احنا دايما اي حاجة جديدة بتدخل علينا بتتهاجم عصام كاريكا كان حالة جديدة ومختلفة في البدايات برضو حصل كده هل هي بتبقى حاجة كده عشان جديدة ولا هي فعلا ما تعتبرش نوع من انواع الفن لا هو الخطر انها بقت هي بس هي بس ما بيش حاجة جنبها يعني انا كنت في مكان اول مبارح وقاعد مع ناس وحفلة في بيت هي دي الاغاني اللي شغيلة بس طب بقولهم فين فلان وفين علان وفين مفيش فبقت هي دي بس ده مش زوء الزوء العام على فكرة والله ما هو ده اللي ظهر يعني اما تلاقي غنوة من دول عملة مئة مليون على اليوتيوب مساء وغنوة فلانة النجمة الكبيرة عملة اثنين مليون فالموضوع مش مش مظبوط يعني فلازم يقنن يعني لازم يبقى فيه ده وده ده ناس بتحبه تمام وانا بقى ساعات يعني كل واحد يحب يروح للي هو عايزه تمام وانا ساعات بقى حاجات أسمحها في أمان لكن ما يبقاش كله كله طب ويقنن ازاي مين اللي يقدر يعمل ده اللي يقدر يعمل ده حد من وزارة جديدة اسمها وزارة الممنوعة يعني انت عملت غنوة مهرجان وفيها كلام مش حلو لازم ينزلوا يقبضوا على اللي غنة ويجبوه يقولول انت ازاي قلت كده شهرين على طول يخرج يبقى عارف ان الكلام ده مش هقوله تاني بس هقولك حاجة مش ده حصل لما نزلت أغنية ونجحت نجاح كبير جدا وكان فيها جمل كده معينة تمام لما اتعرف ان ما ينفعش مثلا في حفلة أغنية زي دي تتقال فبالتالي تغيرت الكلمتين اللي بتتقال وحطوا حاجة مكانها طب هي تغيرت امتى لما جابوهم وقالوا لهم مش هتشتغلوا ومش هتطلعوا على مصرح تاني إلا ما تغيروا إذا لما حصل حاجة غيروا بالزبط طب بالوقت هو الحاجة دي ما حصلتش تاني آه بعد كده فبقى أنا بسمع كلام خطير ده حقيقا آه فلازم حاجة اسمها وزارة يعني تعالى حنقدمك ده طوال شهرين عشان تقول حاجات ده انت مصري وده باسم مصر فلازم تنقي كلام كويس يا أمة تتحب صعباتهم عايزة أقولك يعني زي ما بقولك إن مش ده الزوء العام يعني بص يوم مثلا لما سمعنا الأوركسترا في اليوم طبعا العالمي في نقل الموميات إحنا إزاي شفنا حاجة كلنا كلنا على السوشال ميديا معجبين مع أننا مش فاهمين وفخورين وفخورين فده يثبت أن مش ده الزوء العام ومش ده للناس عايزاه ممكن في أوقات معينة يعني فزي ما بتقولك كنت قاعدين في مكان في حفلة مش عارفة ممكن ده نوع يتشغل أو يتسمع للحظة أيوة وما يدومش لكن مش كله ما هو أنا اللي بقوله عليه إنه هو بقى كله بتخش أي مكان تصهري بتلاقي هو ده اللي شغال بتخش فرح بتلاقي هو ده جميل وتمع بس ده مع ده طيب لو جيلك أحد من المطربين اللي بيغنوا مهرجانات وعايز يعمل دويته معاك والكلمات مش مضيقاك تعملوا أعملوا طالما الكلمة أصل هو موسيقى المهرجان هي موسيقى فريحية جدا بس أنا ممكن أستغل الموسيقى الفريحية دي وأضيف عليها فن والمطربين بتاعهم ننقي الأصوات اللي هي الحلوة لفيهم وممكن أعمل معاهم دويته ويبقى عارف أنا ليه سألتك سؤال ده علشان ممكن إحنا أنت يعني تعتبر مش عاجبك المهرجانات أوكي مش عاجبك كلام المهرجانات كلام المهرجانات أنا ليه أصدت أوضح نطلع من البرنامج يتقال حسام كريكا بيهاجم ويهاجم المهرجانات فييجي مثلا بعد 6-7 شهور بالصدفة حدي يطلب تقوم إنت عامل لغيالك شفت كم يول أنا حبيتها وضح ده كلام المهرجانات هو اللي بيستفزني أولا بلا قفية بلا موضوع تتكلم فيه يعني تلاقي غنوة مكسرة الدنيا وعايز أنت بقى تمسك موضوع هما بيحكوا عن إيه فبتلاقي بيقول حاجات ملاقاش ضعب يعني ده ملاقش ضعب هو الكلام بس إحنا لناقى كلام كويس ونضيف على موسيقى المهرجان دي موسيقى بجد أنت لحنت زي ما قلت لكبار المطربين في مصر والوطن العربي وخلينا نتكلم بداية من مصر والهضبة عمر الدياب والكينج محمد مونير ومحمد موحي وهني شاكر ومصطفى أمر وعايز أقول بالضبط وعايز أقول لك بقى أن أنت لحنت أغاني من أهم الأغاني لكل فنان في تاريخه عايزة بقى يعني جزئية الهضبة اللي بيعمل عمل وبينجح المطرب بيحب أنه يتعامل تاني تاني وثالث ليه ما تكررش التعالي لأن أنا غنيت أول ما غنيت بعد وهي عاملة دلوقتي بسنة أنا بحب الأغاني دي على الفكرة قوي 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 يعني لغاية النهاردة أنا بامش يا دنبينها شو بقالها 21 سنة علشان الكلام ما تقولش 21 دقيقة دي الزرط كده ده دمك دقيقة أما مش مصدقة لا ما تكون تبطاني فكلامها شوفي كلامها عايش لغاية النهاردة بهائدين محمد فهو الكلام الكلام اللي بيدوم أنا عامل غنوة اسمها عدبك على إيه ولا إيه لمحمد محي بقالها زمن كلام مصطفى كامل عايشها لغاية النهاردة فأنا اللي بقوله إن احنا بنقى كلمة حلوة بتخش جوه البيوت ما نغجلش منها تدوم بالضبط والنقى موضوع طب أنت بتقولي عشان أنا غنيت أنا بعد 2001 عملت شانكوتي 2002 فلما غنيت اعتزلت التلحين للمطربين خالص وطلعت كده في كل البرامج وكانت آخر غنوة اسمها ثلاث دقايق لبهاء سلطان ولما اعتزلت التلحين عوضت ده في الأفلام بقى يعني أفلام كتير أنا مصيق أغاني وكده وفبعدت عن عمر دياب بتاع 16 سنة مثلا لغاية ما رجعت قريب بس ما تقابلناش ما ندمتش على قرار اعتزلك للتلحين لا لأن أنا عوضته في مسرحيات كتيرة في مسلسلات كتيرة في أفلام كتيرة لكن أما رجعت بقى خلاص من الفراغ اللي أنا فيه وروحت رجعت غصب عني الفراغ ده رجع بناء علي الحالة مش في تغيير في المناخ كن طبعا طبعا المناخ السينمائي والغنائي والغنائي اللي اتنين طيب الكنج محمد منير طبعا في الأغرية اللي حنتهاله كلمتها كان فيه جملة عايزة تغيير كده تثبيت وانت زبطتها حكي لك صدي وأنا عاشق محمد منير طرح من أسوان فمناية كملحن إن أنا يقترن اسمي باسم نجم كبير يعني زي محمد منير الحمد لله ربنا وفقني وعملت كلام أنا ومصطفى كامل كلام مصطفى ولحني يعني غنوة اللي هي عمر عيني ما دمعت إلا على كل شيء غالي وروحت لمحمد وبالعود وزاعدت وسمعته ولمهم عجبته وكان مصطفى كامل كاتب أنا تعودت له وحبيت أقام ومش عالف إيه ينشف دمعي غير كافي هو هو فعلا أنت بتنشف الدمع يعني يقول لك يعني نشف دمعك فهو منير قال لي لأ ينشف دي تقيلة مش عجباني طوله الله اللي أنت عايزه أنا أحد بقى مع مونير يعني فاللي أنت عايزه يحصل في جرح قال لي يطيب دمعي غير كافي فأنا قلته أنا عايزة أمشي المصلحة طوله ما قاله فمعدت مع مصطفى كامل بقى فقال لي لأ ينشف الدمع ما بيتطيبش الدمع بيتنشف طوله ما نطيبه خلينا نطيبه الراجل خدر غنم قال لي لأ مش هينفع لغاية ما قال ليت مونير بقى أتكلم مع مصطفى وقال له يا درش إيه طيب ليه ينشف أقنعه أقنعه طبعا ومشيت يطيب هيا ممكن في لغة الحوار ينشف تعدي يمكن في الأغنية يهلا شوية يطيب عايزة حاجة أحنة أحنة صح خلينا نروح نشوف حاجة مبهجة من حاجتك نروح نشوفها ونرجع مرة تاني فيلم عايز حقي من أحلى الأفلام اللي تقدمته يعني عايزة أقوله وإحنا بنتفرج على المشهد ده أنا حساء أولا المشهد صعب جدا يعني إحنا أغنية وفرح ممكن المشاهد ياخدها عادي بس لو ركزته ومش عادي خالص وبعدين يوم كامل أنت بتلف في مصر كلها على ثلاثة عربيات لازم يمشوا جنب بعض الكوشة فيها هاني وهند أنا والرقصة والفرقة في العربية المعزيم هنا والبوفيف عربية ورانا إزاي إزاي يمشي مع بعض إزاي الثلاثة دول مثلا نزلنا النفق بتاع الهرم عشان حنطلع على 6 أكتوبر كمان نصور فإحنا في نفق الهرم ده الناس فاكرا أن ده فرح حقيقي هم مش شايفين الكاملات فين فرح حقيقي وكانت اليوم ده ليلة الأفراح أي احتفال في المسلسل أو في فيلم بيعودوا بالساعات ما بالك بقى عربيات ماشية مع بعض بتصويت كم ساعات احنا من أربعة العصر لستة الصبح وبعدين ابتدينا من 6 أكتوبر ومشت العربيات من 6 أكتوبر ففي ناس كانت سايبة حاجتها وعربياتها في 6 أكتوبر الصبح لقنا نفسنا فرانسيس وقالوا خلاص فرش سابوكم مش شكوية ازاي بقى 6 أكتوبر صبح لساعة 6 فكان صعب كل واحد يرجع زي ما هو عايز بأملوش دعو عايزة برضو أروح الأغنية كانت نقلة لمطربها وهو حكيم وبيني وبينك خطوة ونص الأغنية دي كسرت الدنيا أنا بلاحظ أن أنت كل ما تيجي تلحن لنجم طبعا هو أصلا فنان ونجمه وأعماله كلها بتبقى رائعة بس الأغنية اللي أنت بتعملها بالزبط يعني بص إحنا لسا بقول محمد موحي الأغنية دي عدبك على إيه عدبك على إيه الحد النهاردة أول ما تقول محمد موحي عدبك على إيه مع أنه طبعا عامل تاريخ طويل طبعا طبعا بتبقى قصد ده أولا لا بتبقى هي غنوة واحدة في الألبوم كله هي مكتوبة عليها عصام كاريكا مش بعمل أكتر من غنوة فأنا بكون في الفترة اللي هي في التسعينات لأن فترة التسعينات دي هي أهم فترة في الموسيقى في مصر ودي معروفة فقمت بركز أن أنا أعمل المطرب غنوة واحدة بس هي اللي تكون عليها العين وإزاي أفهم أوصلها إزاي للمطرب بطريقة كويسة صوت ويركب عليها فالحمد لله في الفترة دي حتى مصطفى أمر كان في الفترة دي عملت له غنوة اسمها افتكرني حسين بك للأيام في الفيلم بتاعه فهي برضو كانت الأيام يا حبيبي الحمد أهلان مثلاً كانت هي امش واركت بهم لدي أنا حدات دي بتاعتك اه دي بتاعتي أنا لا لا دي رهيبة امش واركت بهم من تاني وروح لهم كانت برضو هي الغنوة فالحمد لله وتوفيق طبعاً أكيد من عمد لله هذه ساعات ممكن واحد يبقى حابب أو عايز أنه أغنيته تبقى هي يعني أقولك عرف اللي هي القمة في تاريخه فبيبقى ليك هدف فأنت مصمم أن أنت توصله فبتعمله لكل مطرب برافا عليك هو ده اللي أنا وأنا قاعد بشتغل دي أنا مثلاً فبدر الصوت دي أنا جداً وهي ما غنيتش إيه قبل كده وغنيت إيه يعني وكانت امش واركت بهم لغاية النهاردة عايشها بقالها جميلة وهي لحد النهاردة لو في برنامج بتلازم تغنيها وهي لازم تقولها وبتقول نجاحي في مصر بسبب مش واركت بهم طيب عايز أروح لحاجة كده يعني مش عارفة مستغربوها كده شوال إسر لبنان آه والله فيه أنت على طول في لبنان بيه لبنان يعني من أهم البلاد اللي بحب أروح يعني لبنان تونس أنت كل شهر تقريباً آه والله جات لي فترة كده من أول مغنيت الأغاني بتاعتي نجحت في لبنان نجاح غير طبيعي يعني بس أكيد مش أكتر من مصر والله أكتر من مصر تتكلم جال والله والله فبقيت بروح لبنان أعمل حفلات وأفراح طبعاً دي قبل الكورونا طبعاً لأ من الكورونا أنا عايت في البيت ما تباين يعني مش عاين خالوا ففي الفترة دي كنت بسافر كتير برامج ومسلسلات مش عاين فكنت كل شهر مرتين تلاتة أصحابي هناك كتير أطلع أقضي معهم مثلاً وكي اندو ده حالة أنت حابب أن أنت تبقى على كونتك دايماً بلبنان يعني عرفنا أن أنت كنت تقريباً بقولك كل شهر هناك كل شهر لازم مرتين وثلاتة مرتين وثلاتة أصحابي كتير هناك منطلبين بعمل لهم أغاني كتير يعني فالحمد لله يعني بس ترجع بقى تاني يا رب يا رب طب ده لبنان في مصر بقى أصوان أنت لازم تختار حاجة كده أصوان دي بلدي يعني أنا من أصوان فأولاً أنت عارف أصوان وجمال أصوان ودفق أصوان إبداع فآخر كليب كان اسمه حياتي ارتاحت أنا أصريت أن أنا أصور في أصوان طالهم تعالوا نقول أن أن أنا رجع بلدي وقاعد مع ناسي وبلعب في القهوة طولة وبقى أسلم وبقى كده فالحمد الله عملت ده أول مرة تعمل كليب هناك في أصوان لا كان تاني مرة تاني مرة الأولاني كان اسمه خليك باصص لفوق غنوة حزينة جداً وطلعت صورتها هناك لكن ده بالذات في بهجة في صور حلوة في مناظر طبيعية جميلة بس أنت اخترت بصراحة أنا كان يعني فعلاً في بهجة وفيه كده مناظر يعني عارف توليفها في أصوان أي حد يتمتع يعني أنه هو يبقى موجود فيه هو إحنا عندنا في مصر في حاجات كتيرة جميلة بس لازم تبان يعني هو كان حد يصدق أن مدان التحرير بالشكل ده ده الناس بتقول لي معقولة عندكم مدان كده قلت لهم المدان ده بقى له 500 سنة بالذبط لا إحنا عندنا أماكن لا ولما الناس كتير اتفاجئت بكم المتاحف اللي موجودة في مصر وإحنا فاهمين أن المتحف في مدان التحرير وخلاص يعني لا بصراحة إحنا لو نستغل كل مكان في البلد نعمل سبط نظيف على المكان حنبينه للناس بطريقة جميلة وعارف لو حد زيك مثلاً أنت اخترت أصوان مثلاً لما تيجي تعمل كليب تاني تختار مكان تي فأدي دعاية ودائماً بنوني أن الفن هو فعلاً سواء طرب أو تمثيل أو يعني دراما بتتقدم هي بالذبط يعني مثلاً لو عمر دياب مثلاً طلع سيوة وصور في سيوة هتشوف السياحة رايحة سيوة دي بالطريقة غريبة يعني نستغل نجوم كبار ويروحوا الأماكن دي بس نسهل لهم الإجراءات ده بالذبط أهم حاجة أما بتروح في مكان يقولك لا ممنوع هت تصريح سياحة وتصريح أثار وتصريح دخلية وتصريح أداب فيكي لك من الله فقالوا تصريح أداب ليه لا أنتم معاكم بنات دبجاء يعني مثلاً يعني فبيحطوا شوية حاجات ممكن أنت تزأ فتقول لا أنا طلع أصور في دبي طلع أصور في لبنان صحيح تستسهل أو هناك أول يقولك تعالى تعالى بس بالذبط فإحنا كمان نستهل إحنا معنا الكليب اللي تصور في أسوان هنروح نشوفه ونرجع مرة تانية مش بقولك طاقة إيجابية هو الكليب كله طاقة إيجابية عايزة أعرف أنت لسه بنقول ملحن مطرب ممثل الأولوية عندك رايحة اللي مين فيه الإيمة في التلحين الإيمة يعني الحمد لله أنا يعني اتشرفت أن أنا عملت لتقايل الغناء فهو الإيمة في التلحين وبعدين الغنى حاجات خفيفة كده وتمام وحفلات أفراح يعني كده التمثيل كان لها تجربة أو تجربتين بكتير أو يعني حاجات معدودة على الصابع تجربة بس أو اتنين اللي أنا حسن في التلحين لا أقول إحساس بتكلم جد يعني أنا تلات حاجات عايزة حقي في الأول مع هاني رمزي وانت صبري وبعدين مسلسل اسمه حواكة بوت ده بس ما تعرضش في مصر تعرضت بركة تنى وهلا فاخر وعبيل صبري ورزام مغربي وكده ومسلسل أخير من ست سنين ولا حاجة اسمه كان يا مكان إخراج الأستاذ خالد بهجة وكان معايا بقى كمال الأبريا ونرمين الفئي ومجموعة كبيرة بس تصدق أنا كنت فاكرة أنه فيه أكتر من كده الناس كتيرها بتقابلني تقول لي أفلامك كلها بنحبها وعيز حقي لا بس هو التواجد يعني ممكن تبقى مرة بس بتسيب أثر تسيب ليه أنت ستايلك مختلف مش موجود برضو النوعية اللي أنت قدمتها سواء مثلا في عايز حقي أو كده برضو مش أي حد يتحط في دور زي ده هو كان كمان الفيلم عمل نجاح مع الناس لأنه موضوعه كان موضوع جميل ووجود هاني رمزي معايا لأن قلبه أبيض فسايب أعمل اللي أنا عايزه مع وجود مخرج كبير زي أحمد نادر جلال اللي عصومة عيش فالحمد لله عشان كده ربنا أحب لا الفيلم بصراحة حق نجاح كبير وزي ما بتقول هو يعني التوليفة كلها نكحة الموضوع اللي تقدم الممثلين المخرج طبعا فكرة بقى أن احنا يعني الأزمة اللي حصلة في السينما وفي الغناء ده بقى أنتوا تحلوها ازاي يعني أنت مثلا إيه البديلة عندك لو دلوقتي إحنا طبعا فيروس كورونا ما فيش حفلات كتير ما فيش كل شيء اتأثر انت كفنين بتستبدل ده بإيه استبدل ده بالألحان أنا كعصام كريكا الألحان بتعوضني ما فيش حفلات ما فيش أفراح ما فيش كلام ده لكن الألحان موجودة بقدر أدي ألحان لحد مثلا في لبنان آخر حاجة مثلا لصبر الرباعي أنا اللي عملها فبعوض ده بكده بعوض ده كمان إن أنا بعوض أعمل أرشيف لتاريخي يعني أنا يعني الحمد لله عندي داتة كتير آآ آآ ما شاء الله من بالا 30 سنة مثلا فابتدي أرتبها صح وعملها وعمل فكرة جديدة كده اسمها كريكا وحواديتو هنزلها كل يوم في رمضان على صفحتي على اليوتيوب حلوة الفكرة آآ حكاية وهي عاملتي دلوقتي حكاية قعد بك إزاي تقابلنا إزاي روحنا وعندي فيديوهات فبقى طعم اللي أنا بحكيه بالفيديوهات آآ حلو ده قوي وحبتدي أنا نزلها بقى من أول رمضان يعني مستنينها يا رب آآ إيه بقى قصة ربعيات آآ بنت عاملها آآ اسمها ربعيات ولاد الحرام ولاد الحرام آآ الاسم يخد يحبس آآ مين ولاد الحرام دو آآ أنا بتكلم عن يوميات آآ يوميات في بلاد مش في مصر آآ فده كلام محمد هلال والحاني فاحنا عاملين عشر ربعيات كده كلامهم جميل بقول يا دنيا إيه اللي جرالك حالك محزني آآ بدوق المر فيك والخلق حزني آآ ساعات بتقسي علي وساعات بتنسي أني منك إمتى بقى تحني آآ آآ الواد مفارق أبو وامو والرحلة غدارة هيعيش وحيد في بلاد برة والغربة دي مرارة راح مدي إيده للغريب ملقاش في وقت الشدة لجار ولا جارة أبويا بيقول لعمي البني آدم بكام قال له تشتريه برغيف أبويا قال يا سلام ده لو تعد قوت الغلابة ما يجوش تمنجز ما في رجل أولاد الحرام يا إيه الكلام بكلام قوي طيب 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 عشان كده ما نزلتهاش ليه ما نزلتهاش نا نزلت ربعيات أحن بس عايزة أقولك على حاجة أنت لو نزلتها تلاقي ناس كتير جدا بخلالك وبتتكلم أن كل واحد جملة بتمسوا بتمسوا برغيات أحن يعني أنا عامل هي ربعيات أمنزلها إسمها هي مناش شقيانة في الموالد بتلمم الدنيا نقطها ولو في يوم تعب الوالد أم العيال تشحى تقوتها في ناس تملي في العلالي وناس حزينة ومهمومة تستنى يوم متها فدي أنا نزلتها لا 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 هي قاطمة جدا بس قوية أجابت مع الناس قوي طبعا طبعا ناس بتقول لهم احنا شعب بروح للحزن بس أقول لك حاجة غريبة يعني مش ستيلك مش ستيلك انت كده فريق عارف الأغاني الفرفوشة شنكوتي يعني الكورونا دي قدبتني يعني وخلتنا غيرتك شفت حاجاتي ما كنتش شايفها عايز أعرف إيه سر يعني نجاح شنكوتي بالشكل ده أولا هي فيها حاجتين الكلمة كانت صدمة وغريبة إيه شنكوتي إيه الكلمة دي أنا في انتهاج طبعا ما كانتش في اللغة العربية يعني هي مش كلمة موجودة يعني هي كلمة اختراع أنتو خلتوها موجودة على فترة ما هي خلاص بقت أي حد يقولك ده شنكوتي والعمة اللي أنا لابسها دي دي تاني حاجة يعني مين اللي بيغني ده وإيه اللي هو عامله ده يعني دي كان ليها برضو نجاح مع الغنوة طبعا مين الشخص اللي لابس عمه وعلى جنس ولا لابس مين ده وبيعمل كده دي هو فهم ملحكتين دول اللي كانوا سبب اتهاجمت على الأغنية دي طبعا برضو برضو لكني في المهرجانات بخلي غير لك مثلا الأغنية دي في وقتها يا كتأي حاجة 2005 في وقتها تعتبر بالنسبة لللي بيسمع ده مهرجانات صدمة صدمة كانت فكانت قابلها كما الننة صدمة برضو يعني فدي خففت الصدمة شوية شوية تعملت مع الهجوم ايه انه نوع من النجاح اصلي في بعض الناس لو الهجوم يعني بيعتبروه ايه ده دعاية كده نجح انت تعملت ازاي لا انا ما كانوا بيهجموني اذا انت عامل غنوة فيها كلمة غريبة فانا كنت عادة اتناقش معهم يعني بقول اللي يكون كداب وابو لمعة طب ما تقولها بلاحنة كده اه واللي يكون كداب وابو لمعة ويشاغل في بنات الجمعة يبقى الوات دا ايه فكرتني بقى ايه فأما بقعد معهم بقول لهم فيه موضوع احنا احنا بنجيب سلبيات اللي يعشم بنت جميلة ويعمل باشا وهاي يعمل لها من البحر تحين ويقول لها باي باي يبقى ده مش كويس فاحنا بس عوضنا كلمة مش كويس بكلمة شانكوتي حطينا صفة لراجل جديد يعني ده الوات دا شانكوتي شانكوتي دي بقى تعتبر من الكلاسيكيات دلو طبعا 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 بما ان هرجع للتمثيل وهو فيلم واحد فعايز اشوف مشهد كده من الفيلم الواحد من عايز حق مع هاني رامزي نشوفه مرة تانية ونرجع عايز اعرف قرار انك تظهر مثلا في فيلم عايز حقي في شانكوتي في البرنامج القرار ان انت تعمل لك مسابت عليه خدت القرار دا ازاي خدت القرار من البداية خالص في شانكوتي لما لقيتها عجبة الناس أنا كنت في شرم الشيخ وطلعونا رحلة وحطوا كلنا صح شرم الشيخ بنعملها اما اتصورت رأيت يعني مش وقش فما رجعت مصر هنا رحت عامل الرابطة دي بس كنت كل ما خش مكان الناس إيه اللي حطت حاجة على دنيا انت عارف ان دلوقتي ده يعني ما تخيلكش من غيرها وبعدين خلاص بقى زي مثلا زي الجاكت اللي انت لابسها يعني خلاص لا وغير كده كمان اما بيجي اي مخرج يقول لي انت هتبقى معانا من غيرها بقول له لأ شكرا بتتكلم جد اه والله لأ ليه لان انا تميزت بيها في اي حطة في اي مكان طب افرد الدور مثلا ما منش تمثيل ما رأنت لك اه انت بتعمله كده فورفان بس كده حيجبوني انا زي مانا كده وحعمل حاجة بسيطة يعني انت دلوقتي بص طلع بتتكلم ببادلة وحطتها اه وحطتها ولبست البادلة غصب عني كمان يعني عمرة بلبس بيدها خالص اه لا في الخروجات بس او في الحفلات يعني لو عندي حفلة لازم بيها لكن ممكن بخرج عادي من غيرها خالص لو انا داخل رايح مكان عادي لا رايح حفلة مثلا رايح حفلة لازم بيها بيها اه لان الناس عارفة ان هو ده خلاص هو ده اه فان بيجي من غيرها فالناس طول ويكلب انت في كلب اسوان اللي شوفناها دلوقتي بطاقية لا ممكن دي بطاقية مثلا في حاجة بس بيها على طول مين اللي اقرعك بالطاقية ساعتها ممكن يكون مثلا قال لي لا انت واقعت بتلعب مع صاحبك مثلا هناك طولة فاتمشي يعني لو تليك شرط انها تبقى لقت واحدة بس من عشان كده بقولك بس فعلا انت عملت لك لنفسك ويعني ستايل ولما حد بيقول عصام كاريكا على طول خلاص بيجي في باله الشكل ده تمييز يعني لا حلو حلو هو زكاء برضو الحمد لله الكورة 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 في حياتك مهمة قوي مهمة اه بتشجع ايه بتشجع زمالك ميشي بصي شفتي طبعا انا عايز اقول حتة واقف الحتة احسن نازل لأ اتلاقي واحد زمالكاوي واحد اهلاوي لو ده اهلاوي ده زمالكاوي يقول له ماشي عم اه شفت انا قلت ماشي على طول انا مش عايز اقول انا ايه بلا اكتشفت ايه ان انت مصري مصري اولا انا مصري وهو الاهلاوي مصري من حقيقة انا اشجع المحلة الترسانة انا حر فهو بقى دلوقتي احنا وصلنا للتعصب بقى زيادة ان انت لو كذا مش زي ابتدي بقى تنمر وابتدي لا خاص انا في الاخر مصري وانت مصري في زمالكاوية كتير في الستوديو النهاردة صح يا احمد مخرجنا جميل مش زمالكاوي ده مصري والاهلاوي صح سيبني اشجع ده ومتزعلش منه انت عارف ان احنا طول عمرنا اهلي والزمالك ونتفرج عن رطشات وعادي وبالعكس يعني كلنا دلوقتي انت بس لو قلت مثلا انك اهلاوي او العكس او العكس اه للأسف للأسف وده غلط احنا عايزين نحد من الموضوع ده طب وانت بتتفرج بقى على مطش للأهل والزمالك بروح للأهل والتفرج معاهم ببقى أنا الزمالكاوية واحد معاهم بتحبي كده والله مش بتبقى عايز زمالكاوية معاك لا لا مش كتير لان انا مش اصحابي مش كتير يعني في ضو مثلا او في شخص تاني مثلا بس لكن كل اصحابي معظم وانتو بقى بتتفرجوا على المطش بتاني نقف بعد بس في الاخر بعد ما بيكسب فريق بيبتدي بقى هنا الليلة الليلة بقى الليلة لو زمال الكاسبان باخد راحتي لو لأهل الكاسبان هم بيفضروا بياخدوا راحتهم ولما بنلاقي مطش المنتخب مصر والله وهم في الملعب ولا أنا بركز من أهلاوي ومن زمالكاوية كلهم تيم واحد وبيمثلوا مصر واللي قاعدين بيتفرجوا هم بالنسبة لهم طريق حامد زي عمر السلية زي فلان زي فلان بس هقولك على حاجة بقى دي حصلة جديدة كمان لو الزمالك او الاهلي بيلعبوا حد بره بره بتلاقي الجمهور مثلا الزمالك او جمهور الاهلي ما بيشجعش الاهلي او الزمالك دي بقى صعبة يعني حاجة وصلنا لها بجد ما كانتش موجودة دي ما كانتش موجودة اه وخسارة بجد لان انا ممكن اكون قاعد بتفرج على مطش للاهلي مع حد تاني مش انا لان انا مش متعصب في القرى خالص لكن بلاقي فعلا ناس من الاصدقاء مثلا بيشجعوا الفريق التاني ضد الزمالك فانا قولهم معقولة اه وبلقي برضو زمالكوية شجع ده حقيق فهذا لازم لازم نقله لازم بجد نحب الدنيا اكتر بتتعامل ازاي على السوشيال ميديا بعد اللي بيحصل على السوشيال ميديا واكيد انت متابع كويس وشايف ان كل يوم ترند حاجة للأسف الترند طول عمرنا ان احنا بنتفايل ان الحاجة اللي بتتكلم فيها كتير هي الحاجة الحلوة الحاجة اللي بتنجح هي اللي بنتكلم فيها لأ دلوقتي الترند بقى حاجة مثلا سلبية حاجة شتيمة فنان انت بتبقى عامل ازاي مع السوشيال ميديا انا يعني وصلت المرحلة سنية ماينفعش اقلل من نفسي علشان اطلع ترند فما بتشكرنيش لكن مثلا انا كنت من اسبوع بعمل غنوة لفنانة كبيرة فبتقول لي عصام انت ما بتطلعش ترند خالص اه اه انا مش عايز شكرا طب بس هما بيطلعوا ترند ازاي بنتي يعمل اي حاجة غريبة ايوا شوف هات مين وضرب ايه ومش عارف ايه ووضلق على نفسك ايه فانا عقلتها انا تمام كده انت عارف ان في بعض مش طبعا بدون ذكر اسماء فنان يشتم في زميره عشان يبقى ترند هما اللي اتنين بيتفقوا يقولوا هنعنيهم كذا هما بيتفقوا طبعا طبعا احنا هنعنيهم كذا وانت رد علي بكذا بكذا لان هو ده هيبقى بوم طب البوم دي اليوم اتنين هتعملوا دي هيجيب بوم تاني فحييوم طالع وعمل يعني مثلا بلاش اجيب اسماء وكده لكن في ناس مثلا من المطربين المهرجانات مثلا اللي هم المشاهير يعني بيعمل اي حاجة غريبة علشان الناس تضحك اه اه وهو مش كده اه هو فاهم كويس اوه بيعمل اه بس المهم ان الناس تضحك فالناس هنا بتضحك صح فبيطلع ترند فبيكمل بيزود اكتر طب هو بيستفاد ايه لما يبقى ترند هو بيبقى الفيديو ده حطه على صفحته هو اه فلما الفيديو ده يجيب ستة مليون مشاهدة اليوتيوب بيبعط له فلوس اه اوكي اه فخلاص طالما اليوتيوب حيبعط فلوس اعمل بقى اللي انا عايش اي حاجة طيب بيحصل لك زي تقريبا معظم الفنانين ان انت ممكن تكتب بوست تلاقي انتقادات شيتيمة بيحصل لك كده اه اه وبزعل بس انا بخش اشتم انت صريحة انا نفس انت عارف انت بتقول بس انا اتخيلت بتقول ايه بتجاهل الموضوع بخش وبعدين مش يعني ببعط له في الامبوكي بتقوله انا فلان انت شتمتيني فكذا اهم اراضي اه 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 ما بعرفش مش بتقدر تمسك مش بعرف افصل ان انا فنان لازم يجاوب اه لا انا بني ادم فبتعامل على انت بقدر انت عارف ساعات لما بيقول الفنانين يقولوا احنا ما عندناش فيسبوك ما عندناش انستجرام او تويتر بس على فكرة انا اكتشفت ان الموضوع ده مصلحة للفنان نفسه طبعا انه هو ما بيتعرضش الكم الهجوم اللي بيحصل اه يعني انت بتلاقي مثلا فنان او فنانة ومنزلة صورة مع ولادها اه ايه المجال في الشتيمة هنا لا انا هقولك على حاجة تانية انا انا ما بيحبش اتكلم عن غنوة وهي عاملة ايه دلوقت اللي انا عم لان انا اتكلمت عليها كتير اه فبلاقي التعليقات ايه بقى هو انت ما عندكش اللا ديت هو انت ده ده غنوة واحدة يتيمة عملتها للراجل او من اللي عامل خمسين غنوة يعني هو داخل وبيجتمك وانت ما بيش حاجة انا في لقاء فحد بيسألني عن وهي عاملة ايه دلوقت فاقول والله عملتها اه ما هنش عايحة غريبة اه بالزبط تلاقي بقى كم وشتاي والمطرب المحجب لا بتتكلم جاه فانا اقوم داخل اقوم اقول له تات 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 تابع اسألك سؤال التنمر ده اللي حصل على السوشيل ميديا اه اه كان موجود بعيدا بقى احنا قبل السوشيل ميديا كان فيه تنمر لا في حياتنا من الجمهور انك تبقى ماشي في الشرع فتلاقي حد بيقوم شتمك لا او حد في حفلة يهجمك ممكن في حد في حفلة يعني يقول بقى اي واحدة عنده غرلاية جوا يقوم داخل برحته يعمل اللي هو عايزه شايف فلان فلاني في حتة هو مش قادر يوصل لها فايه طب انا حشتمك بقى طب انت مش عارف ايه لو سيبك بقى سيبك من الشتيمة ان انا بلاقي دعا يدخل ايدي عليك طب ليه انت بتضيع الفنان ده ليه يعني طب هو عمل لك ايه هو فعلا يعني فيه ناس كتير قوي طلعا بتتكلم في ان التنمر اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده زي ما انت كده قلت ان يبقى فيه حبس للناس اللي بتكتب كلمات المفروض ان الشتيمة دي والتنمر ده على السوشيال ميديا يبقى ليه عقاب هو دلوقتي فيه مباحس المصنفات او حاجة زي كده في الانترنت لو انت حد دخل شتمك بتعرف تجيبه وتروح تعمل محضر بس انت بتخش تلاقي خمسين واحد شهد هتعمل لمن ولا لمن انا بقى بقى داخل على الخمسين واحد واحد وقوم مستفه نرجع للدراما بقى في اول الحلقة سألتك قلتلك لسه هنتكلم في ده الدراما والمسلسلات والسينما شايفها ازاي شايف بيتقدم يعني احنا طبعا شفنا البروموهات نزلة متابعة ده كواليس؟ النهاردة وامبارح واول شفت كل البروموهات بتاعات المسلسلات اولا تقنية فوق الوصف بقوا بيصرفوا على المسلسل دلوقتي بجد كتير يعني مثلا مشهد تلاقي خناءة اكنك بتعمل فيلم سينمائي وابتدوا في رمضان ده بالذات يجيبوا سنائيات تقيلة باول مرة تحصل باول مرة يعني ما تشوفي كريم عبد العزيز وإحمد مكي اما تشوفي مصطفى شعبان وعمر سعد وعمر عبد الدليل معاهم برد طبعا طبعا وتشوفي سنائيات تقيلة تخلي الواحد محتار حيشوف ده ولا يشوف ده ولا يشوف ده ولا يشوف ده والجديد برضو السنة دي الخمستاشر حلقة خمستاشر فيه أربع مسلسلات خمستاشر حلقة فده جميل وبيقولوا حيبا فيه حاجات سبعيات فلازم ننوع طب لو انت هتمثل وجالك دور تحب تمثل مع مين من النجوم اللي موجودين أحب تمثل مع أحمد عز مع كريم مع عبد العزيز مع محمد رمضان يعني لو حينقوا حد شقي صايع مش عارف ايه لبس ايه مش عارف ايه أهلا رساك أهلا رساك هتسيبوني بلبس طب نشوفك عملت ايه كان يا مكان نشوف مارشة ونرجع مرة تاني جربت التمثيل يعني عارف زي ما بنقول فورفان كده طبعا والغنى والتلحين عايزة أعرف أصعب حاجة أصعب حاجة التمثيل بجد آه لأن الغنى هو أنت آه أغانيك فريحية دي أنا كنت تفكر أنك هتقول للتلحين لا التلحين هو مهنتي آه طبعا مش صعب عليك فمهنتي مش صعب عليك فسهل أعملك جورنار الغنى هو شخصيتي التمثيل هو مش أنا يعني بمثل دور حد رومانسي بس عارف وانت بتمثل حسك مش بتمثل آه لأنه أما سابوني أعمل لأنت والله الحظير أنا بمضي كده أقول لهم سيبوني يصدقوني آه والدور لو مش لايق علي بقول لا يعني في أفلام اتعرضت علي وانا ما حسيتش أنه كتير ورفضت وقلت لهم لا يا جماعة ما جيش فيه مين أقنعك بالتمثيل أو جت ازاي فرصة التمثيل هو هاني رامزي آه هاني هاني استصمر نجاح شانكوتي وروميو آه في الفترة ديات وقال لي ما تيجي معايا تبقى صاحبي في الفيلم وانا هو انت ومش عارف ايه ونعمل ايه و وانا سيقيتها كنت عايز يبقى لي حاجة في تاريخي آه الفيلم بيبقى تملي غير المسلسلات لو الفيلم بصراحة عمل لك آه يعني زي ما بقولك كأنك عمل عشر أفلاق آه حتى الغنوة اللي أنا غنيتها على العربيات ديات اللي هي بعد هي غنوة فرح آه أنا على طول بقولها في كل الأفراح كل الأفراح وفتطلب لازم مني تقول لي غنينا الغنوة بتاعت بعد التحية وبعد السلام روميو نكحت أكتر ولا شانكوتي لا شانكوتي أكتر من روميو أصي روميو برضو كتنكحة قوي آه أنا ربنا كده وعدني بثلاث أربع حاجات وراء بعضي نكح وكسروا الدولية بعد ايه بعد روميو شانكوتي روميو بعد التحية وبعد السلام البنت دي مؤدبة جدا وآخر حاجة لسا عاملة بقى حيات التحية هما دي الأغاني بس اللي أنت غنتها لا أغنيت لأن أنا عامل ألبومات آه الأغاني اللي نكحت بس اللي بالنسبة لي أنا باعتبر أن أنا لازم أخش في أي مكان أقول حاب الرحيم الجناوي يعني الأغاني اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي هي الحد النهاردة عايشة عايشة آه طبعا ده الرجع لاختيارك الغريب لها يعني برضو خلينا نقول أن كلمة شانكوتي لفتت الأنظار آه روميو روميو نفس القصة آه الاختيار الغريب الكلمات آه اللوك اللي أنت عملته بس اللوك اللي أنت عملته إحنا خلاص خدنا عليه آه إيه اللي خلى الأغاني دي تستمر مثلا بنتي دي مؤدبة جدا آه كان كلامة غريب أنا بتكلم عن واحدة يعني بس كله كلامة أن هي واحدة آه بس أنا بتكلم عن واحدة تارية خالص آه بس اللي نجحها كلمة جدا 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 مؤدبة جدا جدا فلازم تبقى فيه أفشة آه لازم تبقى فيه زي بحاجة مش عادية آه آه لازم لو عادية بتمر بقى مرور الكرام طيب المناخ وإنت بتغني شانكوتي اختلف بنسبة قد إيه وإنت مثلا بتعمل آخر كليب هو خلاص المناخ تمام اختلف خلاص وراح في سكة اللي أنا قلنا عليها آه فجيت أنا في الكليب آه قلت لازم أعمل حاجة بقى هادية وكلام جديد جديد يعني وشكل فروحت أعمل الحياة ارتاحة آه عجبني فيها كم حاجة كده فقلت لأ هروح أنا يمين آه أو هروح أنا يعني في سكة تانية آه يمكن تبقى علامة آه بس للأسف ما عملتش حاجة ما نكحدش لا ما نكحدش هي رغم أنها عاملة أربعة مليون مثلا آه آه بس أربعة مليون دول ما بيقوش حاجة قدام طب أنا يعني فكرة أن أنت حبيت تعمل حاجة اللي هو زي بيقولوا جنب الحيط جنب الحيط آه ده سبب مثلا أنها ما نكحدش آه أن أنت مرحكش معهم ما فيهاش جملة غريبة ما فيهاش لا لا دي فيها جمل وفيها بس مش مهرجانات آه فما تنجحش يعني فيه حاجات كتيرة لنجوم أعلى مني بكتير عملوا حاجات كتيرة لفترة الفترة دي دي وفيش حاجة نكحد آه صح بجد يعني بتلاقي اللي نجح بقى عارف ده يخليك أن أنت تضطر تضطر روح لهم بالضبط أن أنت عايز حاجة تقال ده اللي يويدوا لأنا بعملوا بعملوا طب قولي رايح لهم رايح لهم لسه ما روح تس رايح لهم طب ما تقولي كده وفتحوا لي الباب قوي أهلا لرجم انت مش تمنى في كل عدة أخش بقى ادخل معنا بكرت في حاجة غريبة كده زي يوم آه طب قولي حك جزء كده آه أنا كنت عامل غنوة ليا آه فكان لي صديق حسان خليل سمحة آه اللي عصام دي عمر كمال آه ادهاله طب قولي عم بنا عمله ليا آه قال لي بص عمر كمال عيكسر بيها الدنيا آه طب قولي أنا مش عكسر بيها الدنيا ليه يعني انت بتقولي كده فوشي يعني يعني الزي يعني تابص المهم آه فكنا بنعمل برنامج أنا وعمر والليسي ومضموعة الناس فقابلت عمر قال لي يعني مش عارف ايه وطلو قلاص والله تمام قال لي ولون غنيها سوا اي رأيك ده شفت قلبي كان حاسس آه أشكد اللي جاء طلو الله مفيش مشاكل يعني الراجل ناجح ولو جمهور ومش عافية طلو طيب خلاص يلا أنا حاجة سكتكم بس بسكتي يعني أنا معاكم بس ايه يعني هنحط مزيكة معينة آه الكلام لأزم طبعا يكون تمام وقول لا احنا هو بتاعي أوكي فعجبته الفكرة قوي وفي نص رمضان كده ممكن نخش طب ما تقولي كده والله لسه الكلام هم حيكتبوه بقى آه يعني أنت لسه بس معتوش لا أنا لسه الكلام ما سمعتوش آه بس آه هيعودوا بقى يكتبوا لغاتهم هم آه طب بس ما عجبتكش لغاتهم ما عجبتكش هقوله طبعا آه لا هقول يا جماعة لا ده لا وهم حيحترموا تاريخي آه هقول لك لا خلاص تعال نغير هنا ما أنا مش حغير كله يعني بالزبط وفيه أغاني من عندهم يعني عجباني أنت معلمة ولدي ده لا 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 طب أنا هقولك على حاجة يا بنت الجرم مش وحشة طبعا يعني هي كان بس الكلمتين دول الكلمتين دول وتفدوها وعايز أقولك اللي أثبت لهم أن مش الكلمتين دول هم اللي نجحينك لما شلتهم ولا فرقوا حاجة طبعا فما كانش لهم لازمة من البداية طبعا وحاجات كتيرة بقى نكحط لهم بعد كده بكلام كويس يعني بالزبط عايز أروح لحاجة يعني أنا عمل نفسي من عشاءها وهي فوزير رمضان وأنت عملت فوزير أنا عملت فوزير لعم وفؤاد يا مختك آه والله كانت بالنسبة لي أنا كنت طفل وأنا بتفرج على عم وفؤاد عم وفؤاد طبعا لو أنا كان عندي مثلا عشر سنين مثلا وأنا بتفرج على عم وفؤاد أنا حضرته في الفوزير رقم 13 أو 14 يعني هو عمل سنين كتير عمل 17 هو قعد لألفين واربعة تقريبا أو ثلاثة واربعة ممكن لأن أنا عملته له مثلا في ألفين آه فأنت من وين تصغير بالنسبة لك طبعا عم وفؤاد عم وفؤاد رايح يصطاده الحاجات الجميلة دي وقابوني بقى أعمل فقلت له طب يا جماعة يعني أنا متحمس بقى وفي الألحانة أنا ننور واشعارف ايه فقلت له ممكن نهض مع الأستاذ بس عشان أشوف الطبقات ايه ومش عارف قالوا لأ الأستاذ مش هيعرف تحرك ويجي ومش عارف ايه فاعملها انت وانت ونصيبك فصعب تعمل غنوة المطرب من غير ما تعرف الطبقة المسكدة طبعا ممكن تعملها عالية ممكن تعملها انت بقى عملتها بالسنس بتاعك آه اللي هو قعدت أدرس السنين آه وكل سنة بتتغير طبقا بتتغير طبقا فلغاية ما يا ربنا سهلها وهو جالي وعندي صورة أنا وهو بقى كتير بجهد وهو بيغني معايا في ال قابلت وبقى بعد كده وخلاص وجي وغنى وعملتها وهي فاكرها كانت هيبة مجدي آه الممثلة هي اللي قالت أنا كنت لقى فورزي العم فؤاد آه فلما عرضوها فبقيت أنا كنت قلت له ده أنا ده اللحن وفعلا أنا كلمات أنا فوزير اللي هي كان مش فاكر بس هي كانت 2002 2001 كده يعني بص فوزير عادت كم سنة عيشة وكل سنة بنعمل فوزير وبتنجح لما بقول دلوقتي كتير أو يقول ليه ما بنعملش فوزير ليه ما بنعملش آه ألف ليلا أو ليلا الناس بتهاجمني بيقولوني انت فهما ان جيل دلوقتي هيقضي تفور تفرج على فوزير ولا هتفرج هقولك انت بتتحكوا علينا صح للأسف يعني دنيا تغيرت جدا للأسف بس أنت ودياستي الله بصي بقى بس أنت ودياستي ليه قصة غريبة كده كنت أنا في السنة دي رمضان كان رمضان مثلا 2005 أو 2006 كنت أنا مغني مسلسل بطولة بسم صمرة ودلالة عبدالعزيز وعزة طبعه يعني اسمه أشباح المدينة آه طبعا آه فأنا كنت بغني التتر ده وبعدين جابوا لي جمع عشان أعمل بس أنت ودياستي آه روحت أعمل لهم التتر وقلت لهم قد التتر وشوفوه مين هيغنيه آه فالمنتج قال لي لا أنت اللي تغنيه آه طول لأ أنا عندي مسلسل تقيل آه أنا مغني بقى ومغني هناك دراما آه طبعا فألأ مش حينفع غني مسلسلين هو مش عارفين قال لي عشخاطري يعني هي طولوا لأ ماشي المهم قال لك خش عليه بالفلوس آه 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 طولهم خلاص غنيه وخلاص مجلسل شاكل قال لهم انت صريح هو على فكرة آه استدوني آه أنا لك قلوله هياهم كذا آه آه ما قال لي حد بصرحة يقوله طولوا بش شاكل خلاص وسلسلين وسلسلين مش تنجح بس أنت ودياستي أكتر من تشويح المدينة بكتير ويتعاد 8 سنين بس أنت ودياستي بالزبط فبقى لي 8 سنين مسلسل في رمضان باسمي بصوتي بالزبط هو سبحان الله في حاجات انت ما تتوقع لهاش النجاح وتنجح وتكمل بس أنت ودياستي بقى بالنسبة لأولاد اللي تولدوا في 2000 ويه كده زي مثلا احنا وبوجي وتنطر براوة عليك براوة عليك وعايشة معهم كده بالزبط آه أما بشوف طب أنا حقولك حاجة والله كنت الفرع في بورس عيد وأنا داخل خلاص على باب الفرع فجالي بابا بابا العروس قال لي بص بقى احنا النهاردة جايبينك عشان العروس يا بسانت اسمها بسانت والله عروس أجنلها بقى الغن والليال حبيبت يا بسانت ودياستي فأنا نسيت بقى يعني كنت نسيت الكلام ونسيت مش فاكر إلا يا بسانت لو وجعت راسك يا بسانت طب والله انت جاي ابني مخصوص عشان كده طب هتستناني خمس داية بس يعني رحت رايح كده على جنب ومطلع من على اليوتيوب بسانت ودياستي وشانت وقعت بقى فتكر وروح تكتبها على أدائية كده حاجات معينة يعني تفكرني تفكرك وأنا بقى دول الفرح بسانت أكيد العروسة صغيرة كان بتتبقى بسانت ودياستي تعالي نفتكر مع مشاهدينا لتتر بسانت ودياستي ونرجع مرة تانية كانت لازم تنجح خلاص في الخلور بسانت ودياستي غنيت تترات اي تاني غنيت الرجل العناب بتاع السلاسي أحمد فهم غنيته دا غنيت فيلمه مهمة صعبة صعبة الحياة حزينة كانت غنوة دراما كده غنيت عادة لينتقم في فيلم أحمد عيد خليك في حالك يعني غنيت حياة كتير كنت بتلاقي متعف تترات المسلسلات والأفلام غنيت طباخ الرئيس طبعا طبعا الدراما بلاقي فيها برحتي بقى يعني المخرج بيقول لي هنا عايز كذا وخلاص مفيش بقى موزع ومغني حي وافي فأنت برحتك ومجالك وعمل فيه بصراحة تاريخ رائع وأعمال جميلة وتستحق شهادة التأدير من معي الدراما بجد وإحنا يعني بنتكلم على محطاتك محطات مهمة جدا الله يخليك كملاحن وطبعا زي ما قلنا يعني الكبار المطربين وأغني عايشة معانا واللي يقول لك أنت ما عندكش غيرها أقوله دي أحلى أغنية أصلا أنا أشكركم على الشهادة التأدير يعني سأحطها قداما الكاميرا مرسي جدا 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 وسلامي للأستاذ عمر عبدين المخرج الجميل اللي أنا تشرفت وعملت مع أشباح المدينة اللي أنا قلت لك غنيته بالضبط في نفس بإذن الله بالضبط طبعا إحنا عايزينك تبقى موجود أكتر كملاحن من رواحد ده عشان أنت بتحب الزلعين أكتر حاجة وبجد لازم تبقى يعني موجود أكتر في التمثيل لأن ليك ستايل خاص بيك الله لو عزوني كده بالعمة لا لازم يعزوك وعلى فكرة يعني عايزين نقول أنك مش هتلاقوا ستايل دا كتير يعني فإنتون اللي خسرانين نورتنا نورت التلفزيون المصري وسعيدة أنك أول مرة على النايل دراونا الله يخليك شرف مرسي لك بكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا استنونا في حلقة جديدة وجهو جديد وتصبحوا على خير